موسيقى مسلسل وفيات الحوامل بين مستشفيات الجلفة ومدينة عين والسارة يتكرر بحادثة أليمة أخرى ثقدت فيها سيدة شابة حياتها مع جنينها في واقعة يقول أهل الفقيدة أن سببها الرئيس هو التسيب والإهمال المتكرر في هذه المؤسسات أمس توفات بسبب التسيب والإهمال تخيل تدخل المستشفى تقلل حتى أمبيلونس خمس ساعات وهي تستنى في الأمبيلونس باتنقلها مكاش حتى القابلات والأطباء باي يجروا لها عملية التوليد بارح واحد جيب أمو قالوا له مكاش بلاسة راح جيب كانابلي مدار حنا حاضرين وشوفنا وراه متصاهر في فيسبوك راح نموشك تسيير مدير المؤسسة الاستشفائية بمدينة عينو السارة الذي طالب المحتجون بمحاسبته أكد بأن الضحية أصيبت بفيروس كورونا وتم عزلها على مستوى مستشفى الأم والطفل بمدينة الجلفة وتلقت متابعة طبية وأضاف بأن تحقيقا تم فتحه لمعرفة ملابسات القضية المرحومة تم فحصها من قبل طبيب الاستعجالات الذي بدوره وجهها إلى طبيب البعثة الكوبية واختص في أمراض النساء والتوليد وقام بالكشف عليها وبعد الكشف الأولي تبين أن المريضة تحمل كوفيد ديزناف وقام بإرسال بطلب إجلائها إلى مستشفى الأم والطفل بالجلفة توفي الجنين على ما أظن على حسب عالمي توفي الجنين في الطريق ثم بعدها ربما غدا صباحا توفيت المرحومة وكانت مشيئة الله أن المرحومة تتوفى أن هناك تحقيقات أولية والذي يثبت عنه التقصير سوف يعقب لا محل أو أي كان في المستشفى ليست هذه الحادثة الأولى والأكيد أنها لن تكون الأخيرة التي تشهدها ولاية الجلفة من هذا النوع الذي تخسر فيه الحوامل حياتهن وأبناءهن ويتحول بيت كان ينتظر فرحة ازدياد المولود إلى بيت عزاء وحزن فمن المسؤول عن هذا الوضع؟ اشتركوا في القناة